توصل رئيس الحكومة هشام المشيشي في جوناف إلى اتفاق يقضي بإرسال نحو ستمائة يلف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى تونس وذلك خلال لقاء جمعه مع المدير العام للمنظمة العالمية للصحة تيدروز أدهانوم جيبريتوس بمقر المنظمة ويأتي هذا القرار بعد عرض حول الوضع الصحي في تونس قدمه رئيس الحكومة أكد من خلاله أن تونس لم تعد قادرة على الانتظار للحصول على المزيد من الجرعات الحقيقين استعداد كبير يسرف لأنه نرفعه في العدد الجرعات وخاصة نستقربه الأجال اللي استقدامه لأنه الحديث على أكتوبر ونوفمبر ما عادش نجمه نسمعه لأنه احنا أكدنا اللي احنا صحيح في تونس عنا منظمة صحية نفتخروا بها صحيح عنا تقاليد احنا في التلقيح صحيح عنا لوجيستيك كبيرة في التلقيح لكن إلى متى ما زالت نجم تستحمل هذا الضغط الكبير يسع الهدايا ستعمل المنظمات في المدى القريب على الاستجابة لطلب الحكومة التونسية بتسريع منحها جرعات من اللقاح وذلك بإرسال نحو 100 ألف جرع لقاح خلال شهر جوان وجويل القادمين ونحو 250 ألف جرع في سبتمبر القادم ومثلهم تقريبا في أواخر سنة 21 ألفين وفي لقائه بالمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية كوزي أوكونجو إيوالا بحث رئيس الحكومة هشام المشيشي الملكية الصناعية للتلقيح التي يمكن تصنيعها في تونس مؤكدا استعداد المنظمة للمساهمة والمساندة في تصنيع هذه اللقاحات لقد تنقشنا اليوم مع رئيس الحكومة التونسية كيف يمكننا أن نساعد تونس على تصنيع اللقاحات باعتبار توفر المناخ الملائم لذلك وكذلك الكفاءات التونسية مساعدة خاصة تقنية مساعدة أيضا قانونية لأنه كما تعرفوا في مجال تصنيع الدواف فما العديد من المسائل في علاقة بالملكية الفكرية والملكية الصناعية والمنظمة من دورها عندها دور كبير ياسر في تسهيل الحصول للصناعات هذه بالنسبة للدول كما تونس وبمقر منظمة العمل الدولية التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي مدير عام هذه المنظمة جاي رايدر حيث تبحث دعم الإطار المؤسستي للتعاون وأكد مدير عام منظمة العمل الدولية دعم المنظمة المتواصل لتونس وللمنظمة الشغيلة كما تبحث الترفان أليات تجاوز تأثيرات جائحة كورونا على المواطنين لقد اتطرقنا معا إلى التحديات التي تواجه مناخ العمل في هذه الفترة خاصة تلك المتأثية من جائحة كوفيد-19 كما تترقنا خاصة إلى ما يجب علينا فعله لتجاوز هذه الأزمة بطرق عادلة التوجهات الاستراتيجية للمنظمة الدولية الثلاث في ذل جائحة كورونا كانت الخيطة الرابطة لمباحثات المشيش مع مدرائه العامين باتجاه التخفيف من أعبائها